اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في برنامج حوار فرانس 24 موقع المغرب في اقصى الشمال الافريقي على البحر المتوسط والمحيط الاطلسي وقربه الجغرافي من اوروبا وما يتمتع به من امكانات تراثية وطبيعية جعلت من السياحة واحدة من اولويات اهتماماته دفعته الى النهوض بمستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية رغم بروز الكثير من الثغرات للحديث عن واقع ومستقبل السياحة في المغرب استقبل وزير السياحة المغربية سيد احسان حداد اهلا بك مع الوزير اهلا وسهلا مع الوزير كانوا لدي المغرب بخطة سياحية لاستقبال 20 مليون سائح بحلول عام 2020 اين اصبح هذا المشروع وهل حكومتكم ماضية في هذا المشروع بالفعل الحكومة ماضية في هذا المشروع لانه يعطينا يعني توجه ورؤية وكذلك العاهل المغربي جلالة الملك كذلك وراء هذه الرؤية وهذه يعني رؤية من شأن ان تعبئ الجميع نحو هدف واحد وهو الوصول الى 20 مليون سائح وكذلك الوصول الى ارقام اخرى من ناحية التشغيل يعني مضعفة عدد المشغلين في السياحة اذا نحن ماضونا في هذا وننخرط في هذه الرؤية اولا لان رؤية صاحب الجلالة والمثال الثانية لان رؤية يعني طموحة وستجعل المغرب يعني يصير من احدى الوجهات لالعشرين الاولى ما هي معوقات هكذا مشروع ضخم خاصة وانه بحاجة الى الكثير من امكانيات المادية والبشرية احد تحديات نحن لا نقول معايقات ولكن التحديات والتحدي هو انه جلب الاستثمار سيصل إلى تقريبا 150 مليار درهم اي تقريبا يعني 12 الى 13 مليار اورو من هنا الى سنة 2020 نحن نشتغل على هذا وكل سنة يتبين لنا بانه يعني هناك اهتمام كبير جدا من كثير من المستثمرين لان هناك رؤية هناك كدلك تشجيعات يعني من الدولة فيما يخص العقار فيما يخص كدلك تشجيعات مادية هناك من التحديات الاساسية كذلك هي مواكبة هذا المشروع فيما يخص الموارد البشرية من اجل دمان الجودة هذه مثالة كذلك تحدي كبير جدا ونحن فتحنا هذا الورش سنعمل عليه وانا اظن انه التحدي الثالث هو طيران وكيف انه يكون عندنا يعني رحلات جوية من كل الاسواق سواء الاسواق التقليدية او الاسواق الناشئة حتى يمكن لنا ان نصل الى كل يعني نقطة من هذه الاسواق ونصلها بالوجهات السياحية المغربية اذا هذه كلها تحديات ونحن نباشر العمل في هذه التحديات ان شاء الله سنصل الى الهدف المنشود المغرب يحتل حاليا المرتبة الثانية افريقيا من ناحية السياحة مراقبون يقولون انكم استفدتم من مصيبة غيركم في مصر وتونس الى اي مدى هذا الكلام دقيق اولا انا اظن هذا الكلام غير دقيق يعني تماما المسألة الاولى اظن انه يعني اتمنى ان مصر وتونس يستعدان عافيتهما لان السياحة في مصر وتونس يعني تتكامل واتسياحة بالمغرب ونحن يعني كعرب يجب ان نكون متكاملين ونجب ان ندفع عن الظن حين تنتعي السياحة في بلد من هذه البدان ستنتعيش في المغرب كذلك ولكن للتدقيق يعني ما تتوفر عليه مصر وتونس من امكانيات تختلف عن الامكانيات التي يتوفر على المغرب من ناحية البنية التحتية ومن ناحية صنف السياحة ما هو موجود في تونس ومصر يرتكز على مروج الرحلات بسبعين في المائة يرتكز على ما هو اول انكلوزيف بسبعين في المائة ويعني ما هو شاطئ بالنسبة للمغرب العروض الموجودة حاليا يعني تمانين في المائة يعني متمركز فيها على ما هو ثقافي وعلى ما هو يعني غير مروج الرحلات يعني رحلات منظمة من طرف اشخاص ذاتيين الى غير ذلك نحن في اطار تطوير الطاقة الشاطئية حتى تكون لنا تنافس مع وجهات اخرى مثل تونس ومصر ولكن في الوقت الحالي ليس لنا الا 20% اذا لم نستفد من هذا ولكن ماذا استفدنا نظن استفدنا من استقرار السياسي الموجود في المغرب من الامن الموجود في المغرب استفدنا من وجود رؤيا ان وراءها العائل المغربي استفدنا كذلك من القرب من اوروبا وكذلك استفدنا من انه نوعنا في اطار الحملة الترويجية التي قمنا بها الاسواق بين الاسواق التقليدية والاسواق الصاعدة هذا كله اعطى تماره لهدف المغرب يعني احتل رتبة ثانية من ضمن دول افريقية في جلب السياسي المغرب وجهة دول الخليج بدون منازع وكذلك بعض الدول المجورة كالجزائر الى اي مدى يعنيكم السائح العربي خاصة وان التقديرات تشير الى ان السائح العربي ينفق اكثر من السائح الاجنبي صحيح والسائح العربي مهم جدا والتطور الذي عرفته السياحة والسياح الخليجيون والعرب في المغرب في السنتين الماضيتين كان يعني تطورا هائلا ونحن نريد ان نركز على السائح وكذلك ننظر الى متطلبات وانتظارات حتى نتجاوب معها وبالفعل ان القيمة المضافة للسائح العربي هي مرتفعة جدا لانه سائح يمكت طويل وينفق اكثر الى غير ذلك اذا نحن في اطار جعل يعني وضع سياسة خاصة بالسائح العربي سواء فيما يخص التنقل كعائلات سواء فيما يخص الاحتياجات للتسوق والتبضع الى غير ذلك الكل هذه خصوصا ان الطيران يعني بين الامارات العربية المتحدة والمغرب بين السعودية والمغرب بين المصر والمغرب بين الدول الاخرى بين قطر والمغرب يعني موجود وهذا يعطينا يعني وفرة كبيرة جدا على مستوى العرض الجوي الذي يمكن ان نتبعه بان يكون هناك عرض سياحي متميز يتجاوب مع انتظارات السائح العربي الوزير المغرب يشتهر بكثرة المهرجان الفنية وخاصة اشهرها مهرجان موازين المنتقد كثيرا في المغرب انت شخصيا ترى في موازين افق جيد للسياحة المغربية لا يتناقض موازين مع هيئة الحكومة المغربية ذات الطابع الاسلامي لحد ما خاصة ان هناك انتقادات على كثرة مبالغ المدفوعة لفنانين عاديين او عالميين في العالم اول الحكومة ليس لها رأي في الموازين الموازين تنظمها جمعيات تنظمها مدن الى غير دلك ليس للحكومة رأي في هذه الموازين ربما هناك اراء اشخاص وراء اناس يعارضون هذا لهم نحن في اطار حرية التعبير ومجتمع الحرية يقال ان خطاب حزبكم تغير قبل تبوء السلطة عما بعد السلطة لا انا كنت اساند المهرجانات في المغرب بين ضمنها مهرجان موازين ولا زلت اساند ذلك ولا عندي ليس عندي مشكل مع هذا اولا برنامج مهرجان موازين الان لا يأخذوا اموال من الدولة ولكن يأخذوا اموال من مروجين من مشهرين الى غير دلك ونأظن ان مهرجان موازين يعطينا صورة كبيرة جدا على المستوى العالمي وهناك انا انظر الى البوك بريس حول التغطية الاعلامية على مستوى امريكا على مستوى الدولة الاسكندنافية على مستوى استراليا على مستوى الاوروبا يعني هائلة اذا هذا ثاني احسن واكبر مهرجان في العالم اذا بالنسبة لهذا مهرجان اساسي جدا انا انظر له من زاوية سياحية المحضة لا انظر له من الزاوية السياسية لانه بالنسبة للحكومة لا تدخل في هذه الامور ولكن لا يمكن ان تكون لنا سياحة بدون مهرجانات وانا اتمنى ان يكون لنا مهرجان موازين في كل مدينة مغربية اتمنى ان يكون لنا مهرجان في كل المدنة المغربية كل شعر لانه هذه المهرجانات التي تعطينا التنشيط تعطينا احتفالة اكتر تعطينا انه فيه سياح يأتون من اجل هذه المهرجانات انا اظن المغرب بلد المهرجانات ولكن هناك وزير سياحة يريد أن يتسكتر هذه المهرجانات في كل مدر المغربية بالتزامن مع كل هذا ووجهة للمغرب انتقادات بما يتعلق بالسياحة الجنسية خاصة مع الفضيحة التي حصلت مؤخرا بالصخب الذي أحدثته قصة الموتسب الإسباني أنت قلت في التقارير السابقة ليس هناك سياحة جنسية في المغرب إنما حالات خاصة ما هي ضماناتك وعلى ما تعتمدت خاصة وأن منظمات حقوقية مغربية تقول أن هناك سياحة جنسية ومنظمة هو أنا أقول ليست هناك وهناك حالات خاصة ويجب التعامل معها يعني كجميع الحالات الخاصة ولكن في نفس الوقت وحتى نتجاوز هذا النوع من النقاش يجب أن تكون هناك دراسة فأنا هناك اتصالات الآن وتحضير أن تكون هناك دراسة علمية حول هذا الموضوع حتى نعرف عن ماذا نتتكلم يعني هناك ناس يقولون بأنه موجود هناك ناس يقولون غير موجود إذا كان موجود نحن نريد أن نعرف حجمه من إلى غير ذلك والمعرفة هذه ستؤدي لنا يعني ستعطينا خطة من أجل محاربة هذا إذا كان موجود وإذا كان غير موجود فهذا يعني ستسرنا ولكن إذا كان موجود سوف نتناول لهذا ولكن يجب أن تكون لنا الدراسة علمية ميدانية إحصائية نعرف يعني كل حيتيات هذا الموضوع وأنا ذلك سنتعامل معه وما تقارير الصحفية الغربية التي أثبتت هذا لا هناك تقارير صحفية غربية حول حالات معينة ولكن تقارير صحفية غربية لم تقل لنا ما هو العدد من السياح الذي يعني يأتي بالنسبة لهذا النوع من السياحة إذن أنا أريد أن أعرف ذلك أريد أن تكون لني معرفة علمية مضبوطة بالنسبة لهذه المسألة ونتعامل معه بكل أريحية ونتعامل مع الموضوع من أجل تجاوز نعم السياحة تخلق فرص عمل وتجلب العملة الصعبة هل تعتقد أنها قادرة على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب؟ أنا أظن أنها ستساهم في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب لأنه بالنسبة لنا في إطاره إلى 2020 نريد أن نضاعف عدد المشغلين في السياحة من 470 ألف إلى تقريبا مليون فرصة شغل تعرفون بأن السياحة والاستثمار في السياحة هو يعطي فرص شغل أكثر من قطاعات أخرى يتم الاستثمار فيها لأنه يعني يحتاج إلى يد عاملة يد عاملة يعني مكونة يد عاملة يعني متوسطة يد عاملة إذن هو يعني قطاع مشغل بشكل كبير جدا أنا أظن بأن هذا القطع في علاقته مع قطاع الفلاحة وقطاع الصناعة وقطاع التجارة والخدمات وقطاعات أخرى واعدة يعني موجودة بالنسبة لمخطط الإقلاع المغربي كلها ستساعد على تجاوز إشكالية التشغيل ولكن إشكالية التشغيل تتطلب كذلك أن نكون هذه الأجيال أن نكون الشباب من أجل أن يواكب الرؤى الموجودة عندنا أن يواكب الاستراتيجيات أن يواكب العمل الاستثماري الذي نقوم بها ما هي أخر العقود الدولية المبرمة في مجال السياحة لتنشط العمل السياحي في المغرب خاصة أن المغرب لا يكف عن الاقتراض من المؤسسات الدولية والمالية لا هو بالنسبة للسياحة هي عمل خاص ليس عمل استثمار عمومي هناك مساعدات للدولة تقوم بها هناك تدخل يعني يكون في نقاط معينة بالنسبة للدولة ولكن أغلب الاستثمار الموجود في المغرب هو استثمار خارجي إذن هناك أو استثمار يعني خاص فهناك يعني مجموعات استثمارية مغربية تهتم كثير بالسياحة مجموعات خليجية يعني من الكويت من الإمارات العربية المتحدة من السعودية من قطر تهتم كذلك بالاستثمار وهناك كذلك يعني مجموعات أخرى على المستوى الدولي من إسبانيا فرنسا خصوصا وكذلك أمريكا تهتم بقضايا الاستثمار ونحن في إطار يعني الترويج للوجهة المغربية لا نرويج فقط لجلب السياح نرويج كذلك لجلب المستثمار نحسن حداد وزير السياحة المغربي أشكرك على قبر الدعوة شكرا وأشكر لكم مشاهدينا وإلى حلقة جديدة من برنامج حوار فرانس 24 شكرا لكم